مساء الخير لعقود وفلسطين تحترف الانتظار كمراقب على مقاعد الأمم المتحدة وعلى الزمن الفاصل بين إعلان الاستقلال الفلسطيني في الجزائر عام 88 ودعوة السلطة الفلسطينية مجلس الأمن إلى النظر مجددا في طلب قدمته في العام 2011 لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة أعادت الجزائر عقارب الزمن وتقدمت بمشروع قرار لإقامة دولة فلسطينية وجلسة الاعتراف يمكن أن تحظى بموافقة 13 صوتا من أصوات الدول الخمسة عشرة دائمة العضوية لكن مجلس الأمن المحكوم بسلطة الفيتو سيرفع قراره على كف النقد الأمريكي بإسناد بريطاني وفي التعليل استبقت الولايات المتحدة الجلسة بإعلانها أن منح فلسطين العضوية الكاملة ليساعد في حل الدولتين وبحسب موقع أكسيوس فإن الإدارة الأمريكية تحاول منع الفلسطينيين من الحصول على الأصوات التسعة حتى لا تضطر واشنطن لاستخدام الفيتو ضد القرار في خضم الحرب على غزة الأمر الذي يعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن لانتقادات حادة على المستوى الدولي وداخل حزبه ومؤيديه الرسالة الأمريكية إلى مجلس الأمن وصلت لكن فلسطين الساعية إلى حجز مكان لها ضمن الأسرة الأممية انتزعت اعتراف العالم بحقها في تقرير مصيرها وإقامة دولتها المستقلة على أرضها المغتصبة بتوفان أعاد قضيتها إلى الواجهة وثبت معادلة أن ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير المقاومة ولو بعد جيل ومجلس الأمن الذي عقد جلسة إحاطة للأوضاع في الشرق الأوسط بدأ الاستماع إلى آراء الدول في ظل معلومات عن طرح أمريكي لمقايضة الرد على الضربة الإيرانية بالاجتياح الإسرائيلي رفح وما يعزز ذلك أعلان المتحدثة باسم حكومة الاحتلال أن نتنياهو حدد موعدا لدخول رفح ويقدر أي دعم أمريكي في فهم أهداف الحرب وتاليا دعوة مجلس الحرب الإسرائيلي إلى الاجتماع الليلة بجدول أعمال من بند واحد وهو البحث في صفقة تبادل الأسراء لكن هذه الصفقة منيت بصفعة دفعت بالدوحة إلى القول إنها بصدد تقييم دورها كوسيط إثر انزعاجها من تصريحات أمريكية هددت بإعادة تقييم العلاقات بين البلدين وصفقة التبادل ليست بحاجة إلى دليل على إفشال إسرائيل لها باعتراف عضو في فريق المفاوضات الإسرائيلي بأن نتنياهو يتجاوز رؤساء الوفد المفاوض ومجلس الحرب ويضيف كنا نحصل على التفويد صباحا ثم يتصل نتنياهو مساء ليعرقل التفاوض والتفويد بالعرقلة يذكر ففي لبنان انقسمت خلية الخماسية إلى رباعية في البياضة وثلاثية في حارة حريك وتعاط صفراؤها على القطعة فتغيب السعودي والأمريكي عن اجتماع اللجنة مع كتلة حزب الله لأعذار سياسية غير طبية فيما حضر السفير بخاري مستردا عافيته في لقاء جبران بسيل الذي احتجبت السفيرة ليزا جونسون عنه بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على رئيس التيار وفي حاصل اللقاءين تأكيد من حزب الله على الحوار كممر إلزامي ومن دون شروط مسبقة لانتخاب رئيس للجمهورية أما النائب جبران بسيل ففضل التوافق وفي حال تعذره يجب عدم البقاء في دائرة الفراغ وشبكة التواصل عبرت من بكركي بلقاء جمع رئيس تيار المردة سليمان فرنجي بالبطريارك الراعي وعلى كرسي الاعتراف أكد فرنجي خضوعه الديني للصرح أما دنيويا فالأمور السياسية خاضعة للنقاش ومع تأكيده أنه المرشح المعلن الوحيد قال فرنجي بعد اللقاء إنه مع رئيس جمهورية لا يخاف من جبران بسيل أو غيره ولا يتحكم به ويركب عظهره واعتبر أنه ما من رئيس جمهورية يحبذ وجود سلاحين ولكن على الجميع التحاور للاتفاق على استراتيجية تؤدي إلى توحيد السلاح وينتقل السلاح الشرعي إلى باريس غدا مع زيارة قائد الجيش العماد جوزيف عون مشاركا في مؤتمر دعم المؤسسة العسكرية ومن أبواب باريس الواسعة يدخل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لعقد لقاء في الإليزي مع الرئيس الفرنسي إمانويل مكرون وتوقعت أوساط ميقاتي أن تكون المباحثات محطة استثنائية بتوقيتها اللافت إذ سيكتسب الاجتماع مع مكرون أهمية مضاعفة في مجمل الملفات التي يواجهها لبنان وأخطرها ملف النزوح السوري ودور فرنسا في معالجة تداعياته أوروبيا وقد وصل ميقاتي اليوم إلى باريس استعدادا للقاء الغد وعلم أن زيارته سوف تقتصر على اجتماع الإليزي فقط ترجمة نانسي قنقر